بالرغم من وجود زوار بشكل يومي في الموقع بتاعك إلا أن الأرباح ممكن تقل بنسبة النسبة دي على قد نسبة الناس اللي منفع على مانع إعلانات على متصفحتها أو الناس اللي منفع على قد بلوك على متصفحتها والنسبة دي جماعة كل يوم بتزيد عن يوم اللي قبله فطبعا أنا كمنشئ محتوى أرباح موقعي بتيجي من الإعلانات فتمويل موقعي الأساسي من الإعلانات وبناء عليه بابدأ أطور في الموقع بتاعي وأكبره واهتم به أجدد دومين أجدد الإصدافة وهكذا 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 منشئ المحتوى مظلوم في الحتة دي تاب ليه لأنه بكل بساطة اللي بتصفح الموقع بتاعك بيعتبر أنه هو لما ما بيشوفش إعلانات بتبقى تجربة مستخدم بالنسبة له أفضل فبيلجأ أنه هو يفعل مانع الإعلانات والحل الوحيد أنه أنت تستخدم الاسكريبت اللي هتدمولك النهاردة بشكل مجاني مش محتاج منك أي حاجة خالص غير أنك تقف دلوقتي دي أواحدة كده على الفيديو وتنزل على زرار اللايك وضغط لايك وخلاص على كده اعجاب بالفيديو اللي انت واقف عليه وخش معي في التفاصيل الكاملة وركز معي برضو إليك الحرية الكاملة أنك تستخدم كاشف الإعلانات على الموقع بتاعك أو الاسكريبت ده يا جماعة الحلقة دي مش معناها أني بقول كل الناس تروح تستخدموا لأ طبعا الموضوع اختياري وفي بعض الناس هتحب أنها تستخدموا على موقعها وفي ناس مش هتستخدموا هتعتبروا أنه هو بيبوز مثلا تجربة المستخدم بيضايق الزوار لكن انت هتضايق الزوار إزاي وهم بيضايقوك يعني انت دلوقتي كمنشئ محتوى انت دعمك المادي الأساسي من الإعلانات فهو بيمنع يشوف أن الإعلانات من الأساسه أو يعمل لك نقرة فبيمنع الدعم المادي عنك خلينا نبدأ عالطول في الموضوع يا جماعة عشان برضو ما طولش عليكم الحلقة دي أول حاجة يا جماعة لما تيجي تخش دلوقتي على مقالة هسيبها لك في الوصف تحت الفيديو هتلاقي المقالة قدامك بالشكل اللي ظهر قدامه دا اسكريبت يقاف منع الإعلانات على بلوجر للزيادة أرباحك الاسكريبت عبارة عن ايه أو ايه فايدته بكل بساطة لما حد يخش الموقع بتاعك كده ويعمل او لسه فاتح موقعك بيظهر له بشكل مفاجئ كده رسالة زي ما انت شاف قدامه كده من فضلك عطل مانع الإعلانات لديك اللي هو ده بمجرد ما يعمل تعطيل كده ويعمل رفرش تاني للموقع بتاعك كده هتبص تلاقي ان الاضافة خلاص اختفت انا عملت تعطيل بالشكل ده كده للاضافة وبعدين هعمل رفرش الموقع يشتغل عادي والإعلانات بتاعتك هتظهر وكل حاجة تمام وزي الفل ده معناه ايه ده معناه خلاص ان انت بتجبر الزائر بتاعك انه هو يتفرج على موقعك مع وجود إعلانات وده اللي احنا عاوزينه طيب تعمل المعادلة دي ازاي وتحلها ازاي المعادلة دي بكل بساطة يا جماعة اه ابدأ معاها دلوقتي تطبق معايا واحدة واحدة كده الحل وبتركيز علشان ما يحصلش اي مشكلة او تبوز اي اكواد جوة الموقع بتاعك تعالي ابدأ بقى نطبق كده بس ايه اه تطبيق عملي وبالتفصيل ان شاء الله هتخش على المدونة بتاعتك كده وتخش على المظهر وتبدأ اول حاجة تعملها علشان ما يحصلش معك مشكلة في القلب بتاعك تاخد نسخة احتياطية اضغط على كلمة الاحتفاظ بايه الاحتفاظ بنسخة احتياطية دي اول حاجة تعملها تعمل تنزيل طيب بعد كده هتعمل ايه بقى هتروح على تعديل بالشكل ده كده وابدأ بقى معايا الخطوات بالترتيب كده واحدة واحدة هتروح تاني على المقالة بتاعتك تمام المقالة بتاعتك قدامك هتبدأ ان انت يا اما تحمل وده هيطلع لك بالشكل ده كده تحمله من يا اما ان انت بدل ما تحمل ممكن تنسخ الكود من هنا كده بس ملاحظة ان الاكواد زي ما قلنا كلها مع بعضها ده كود جزء الواحده خاص بالسي اس اس وده كود تاني خاص بجابا سكريبت فتعالى نشوف الموضوع هيكون عامل ازاي انا بالنسبة لي مثلا انا هحمل الكود عادي هروح كده احمل الكود هيفتح لي صفحة جديدة اللي هي الصفحة دي هعمل ده خلاص بالنسبة لي الكود نزل بقى معايا اهو اول حاجة بقى هعملها هي ايه هروح ادور على الواسم ده اخد نسخ منه كده ده الواسم الخاص باكواد يا جماعة مظهر الموقع تمام المفروض ان انا هنسخه بالشكل ده كده نسخ وهروح على الموقع بتاعي في اكواد اتش تي ام ايل هضغط كنترول مع اف كنترول مع اف هيظهر لي علامة البحث احط فيها الكود ده واعمل انتر كده في الجزء ده بالزبط كده فوق الكود على طول في الجزء ده احط الكود بتاعي اللي انا عاوزه الاولاني اللي هو ايه اللي هو ده هاخده نسخ كده من اول الاخره لحد هنا بالزبط ركز اوي في الاماكن اللي انا خدت فيها الكود انا يهمني اخد الكود من اول هنا كده والحد فين لحد هنا اخد نسخ وهركب الكود بتاعي في المنطقة دي انا كنت مركبه قبل كده فهو ظهر قدامك بالشكل ده فعموما انا هحط الكود تاني اهو في المكان ده وهعمل حفظ خلاص ده فوق فوق الواسم ده بعدها هعمل حاجة تانية المفروض ان برضو في الشرح بيقولك هنا اهو ان انت تروح على الكود التاني اللي هو فوق وسم البضي اللي هو الكود ده هعمل ايه هروح على الكود بالشكل ده كده انتسخه اللي هو من اول هنا بقى من اول هنا كده هنسخ الكود ده كله كده لحد تحت لحد كلمة سكريبت هعمله نسخ تمام وهاجي تحت في نهاية اكواد الموقع خالص انا كده خلصت الجزء ده كده انتهى خلصنا منه هنزل بقى تحت في اكواد الموقع تحت خالص في النهاية وهلاقي الجزئية دي فاضية مش فيها حاجة او اه فيها اكواد تانية انا بالنسبة لي هقفل حد هنا كده الجزء ده بالضبط برضو انا كنت عامله قبل كده عشان ظاهر قدامكم يا جماعة عشان انا كنت عامله قبل كده فهضغط ايه لصق المهم ان انا هحطه فين قبل وصم البضي المفروض ان وصم البضي الوسم ده هيكون بالشكل ده قدامك في بعض القوالب وبشكل تاني هيكون ده الكلمة دي فقط انا اللي يهمني ان انا حط قبله في الجزء ده بس وبعد ما حطيت الاسكريبت هنا وحطيت الاسكريبت وفوق اعمل ايه هتضغط على زرار حفظ يبقى انا كده يا جماعة خلصت الاجراءات المطلوبة مني علشان افعل اه اه اكتشاف الاد بلوك عندي في الموقع بتاعي واعمل له تعطيل طيب الحل بقى ايه هبدأ بقى اخش على الموقع بتاعي دلوقتي وفعل مانع الاعلانات عشان اختبر اشوف الموضوع شغال ولا لا واعمل تشغيل بالشكل ده عشان اتأكد برضو ان مانع الاعلانات اشتغل معايا ولا لا هبدأ كده اشوف الموضوع عامل ازاي بص ايه اللي حصل قدامك من فضلك عطل مانع الاعلانات لديك لقد تم اكتشاف استخدامك لاضافة مانع الاعلانات في متصفحك ارادتنا من الاعلانات تساهم في تشغيل هذا الموقع نرجو منك تعطيل مانع الاعلانات ده دي الرسالة اختيارية طبعا ممكن انت تعدل فيها زي ما انت عاوز وعاوز لكم يا جمعة ان الاسكريبت ده اه انا عدلت فيه شوية في المظهر بتاعه علشان يتوافق وعلشان حاجة تانية كمان علشان يكون مدين الاداء ده زي ما انت شاف قدامك كده ما بعتش ان انا كنت مزبط موقعي من ناحية الاداء ومن ناحية اه تحسين محركات البحث وافضل ممارسات والامكانات الوصول والاداء وكل حاجة فما كنتش عاوز انه الاسكريبت يؤثر على الموقع بتاعه باي طريقة من الطرق فالحمد الله بعد تعديل فيه وتزبيط كده اه خلاص مش بيأثر على اي حاجة عندي ده دونا عن كل الاكواد الموجودة بعد كده فالحمد الله التعديل بعد التعديل عليه وتزبيطه في شوية حاجات كده زبط معايا في ان هو دلوقتي يدي لك كفاءة الموقع كاملة من غير ما يأثر على الصرعة ومن غير ما يأثر على حاجة عندك في الموقع بتاعك تمام فدلوقتي انا خلاص دلوقتي لما عملت الحاجات دي كلها هرجع بقى وهروح مثلا على مقالة من مقالات لو انا جيت افتح مقالة من مقالات كده ايا كان بقى مقالة عادية في الموقع بتاعها واي حاجة هتلاقي برضو الرسالة ظاهرت لي زي ما ظهرت في الصفحة الرئيسية ومجرد ما يحمل الصفحة كده بالشكل اللي هو فتح قدامك كده بيجي له الرسالة فتحت له ان هو مش هيقدر يتعامل ولا يتحكم في اي حاجة خاصة والموقع ولا حتى يشوف حاجة لان في تعتيم ضبابي بالشكل اللي ظاهر قدامك بشكل جميل واحترافي خفيف وجميل جدا وسهل كمان هيفيدك في انك تمنع او تقلل كمية الارباح المهضورة زي ما اتفقنا وقلنا في اول الحلقة هسيب لك في الوصف تحت الفيديو المقالة كاملة المقالة هتشرح لك ومن ناحية تانية هتلاقي جوة المقالة كمان فيديو والفيديو بتاعنا برضو اللي انت دخلته ده انت مش هتحتاج برضو كتير قوي للمقالة غير انك تبص بصات سريعة على ان كنت هتحمل الكود او كنت هتنسخ من هنا او هتقرأ معلومات تخص اه تخص الاداة واهميتها والحاجات دي كلها اتمنى يا جماعة ان الحلقة دي يكون افادت الناس وفي النهاية اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته